دكتور بير معود اختصاص الطب أطفال موجود معنا بفقرة سانتي فقرة اليوم مهمة لكل السيدات اللي موجودين بالبيت للولاد الصغار الحوادث اللي ممكن يتعرض للولد بالبيت شو اللي لازم وشو اللي ما لازم نعملوا حكيم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا ميسي وجايب لنا سامبلز معك لحسنا نشوف شو الاشياء الأخطر ويلي common شائعة عند كل الولاد ممكن أي ولد يعني يتعرض للحادث وهيدا الشي بيصير يعني مجروري الام تحمل حالة كل الزنب مهم نعرف نتعامل مع هالموضوع الحوادث كتير بتصير بالبيوت خاصة بهالفترة يلي كانوا كل الولاد قاعدين بالبيت لنا ثلاثة أربعة شهر الولاد مفروض يكونوا قاعدين بالبيت سو ريسك الحوادث اللي عم بتكون بالبيت عم بتكون أكتر بكتير من عادة وقتا بيكونوا بالماداري أكيد مش لازم نحمل الأهل الزنب إلا إذا ما عملوا اللي توقوه هو الحوادث وفيه أمور كتير أساسية من الأساس قبل ما يصير الحوادث فينا نتوقعها مثل برايز الكهرباء اللي بالبيت نحط لهم الغطل المزبوط ما ينمد شرائط ريلونج بالبيت بشكل أنه يصير في عنا الكهرباء يكهرب الولد أو في عنا بعض الأمور الثانية اللي بتصير بكل يوم اللي بس نكون مثلا عم نعمل شيء ما يصخني أو قهوة ما توقع على الولد وبنا ننتبه ما الولد يكون عنده أكسس رابد علي وهو فينا نحكي فيهم هلأ رح نحكي بكل المواضيع طبعا عم نحكي بالأول أنه قد فينا نتفادى هالأمور واليوم كمان فيه للطاولات الكورنر الصبع الطاولة الزاوية ممكن نلزق لهم هالأشياء البلاستيك كمان يعني مثل ما عم نقول للكهرباء للدراج فينا نسكر الدرج يعني فيه أمور كتير نحن ممكن نتفاديها بس لابد ولا وأنه يصير أي مشكل بعدين حسب الولد يعني فيه ولد يعني إن شاء الله أمي تكون عم تحضرنا يعني ما كنا نهدأ رح نتابع بالموضوع بس خلينا أخذ وقفة نرجع لأم تي في ألايف وفقرة سانتي مع دكتور بير معوض اختصاصي طبع أطفال رح منحكي بشكل عام عن الحوادث اللي بيتعرض للولاد بيئة المنزل قلنا بقبل الوقفة أنه فيه أشياء لازم نتفاديها الدراج الزوية الطاولة وغيره والكهرباء ولكن بتصير الحوادث شو أكتر الحوادث يلي بتصير وكيف لازم نتعامل معه الحوادث في عنا يلي أكتر شي شائع فيه هي أنه ولد يقع يقع عن التخط أو عن الكرسي الهايتشير أو محل ما عم بيتحمم هيدا مراقبة بالبيت عادة إلا إذا في عنا عوارد أو عن درج إذا في درج بالبيت كمان مضبوط هيدا عادة مراقبة بالبيت 24 ساعة إذا في عنا حيالة عوارد مش مطمئنة يعني استفراغ أو حركات غير طبيعية هون إجبارة نتوجه على المستشفى بأسرع وقت لينعمل الصور اللازمية والمرائبة اللازمية أوقات بيكون فيه كسر وما منع عرف أداء بعد أداء لازم يبين الكسر حكيمه كيف بيبين الكسر عند الولاد كتير أوقات ما بيبين بأول طريق الحادث فيه بيين بعد عدة ساعات أو حد تاني يوم أو تلت يوم بس إجمالا إذا في عنا محل الوقع ورم أو إحمرار أو الولد مش عم بيقدر يدعس على إجراء أو يحرك إيده بشكل سهل هون كمانا منشك بكسر وبدنا نروح كمانا نعمل صورة أشعة على هيدا الموضع يلي في هالعوارد المجلة التانية هي بالولاد يلي بيكونوا بالبيت عنا الحروقات الحروقات يلي بتجي من ماء سخنة أو ركوة قهوة أو حتى أوقات بيكون في عنا تدفئة على الغاز أو شي هون بيصير في عنا حرق فيهم في عنا الولاد يلي بيبلعوا بيبلعوا أصص مش لازم يبلعوها وجايبين جايب إذا فينا نفرجيهم في صور حتى إذا فيهم يفرجون أيهم من الريجي شو معقولي الأولاد يبلعوا يعني كل شيء الأشياء صغيرة من احترنا نفرجي مثلا هيدا صورة ولد بيليع بطارية البطارية اللي بتجي بالألعاب إذا منشوف هيدا نصر هيدا كوين هيدا 500 ليرة بيليع على الولد فينا نفرجي الصورة اللي بعدها هون صارت بقلب المعدة والصورة اللي بعدها هيدا بالنظور بنشوف 250 ليرة اللي سحبناها عند ولد فيه كمان عنا خطورة تانية بالمواد طبعا تنظيف وخاصة هلأ مع قافة الكورونا صاروا أولاد يشوفوا الأهل عم بينطفوا أكتر ويطهروا أكتر صاروا بيبلعوا صار في عنا كتير أحداث كمانا منفرجي كم صورة لقدام الولد كيف بيصير في عنده حرق بالبلعوم تبقوله وهيدا هون زر ولا تبالع زر جاكات طبع ابنه في عنا مثلا هون إذا فينا نفرجي على الكاميرا هون شو؟ هيدا بطارية نعم نشوفها لحشيلها بإيدي بيانت بتصير فيها بتعمل بتحرق كتير بالبلعوم تبع الولاده بيصير في عنا سايد إفكتس ليتر اون كتير مزعجين يلي هني ستينوز يصير في عنا تديق بالبلعوم وهي المنفوط بمشاكل كتير طويلة هوني عنا كل الأمور يلي ممكن ولد يبلع القلة الألعاب الصغيرة هوني هالشقف الصغيرة يلي بيكونوا بالألعاب أي شيء معقول يعمل ضرر جرح حرق أو اختناء ما هيك حكيم؟ مية بالمية أو جرحات بقلب ال أوكي مثل هيدا هوني مثل الفلاور يمكن تجرح عادة نسية تجرح هيدا بس كمانا شيلها بيكون عادة كتير كتير سهل شو منعمل؟ أول شيء نجرب ما نخلي الولاد يستفرق هيدا شيء شائع كتير عند الأهل أنه بلعه لازم نخلي يرجع بقى الخطورة تبعيتها بتكون أكتر لأنه في ريزق اختناء بيكون أكبر وأوقات مثل شيء قصص يلي فيهم بوانتو يكونوا بيشكوا أو بيجرحوا بيصيروا يعملوا لنا مشاكل بعد أكتر يعني هنوا عفيتوا عم بيعملوا مشاكل ونحن عم نجبروا للولاد يستفرق كمانا عم بيكون في عنا مشاكل تانية كتير قصص شيئعة بس الولاد يشرب مثلا برودويتها بعد تنظيف مثل أو جفال أو جيف أو غيره كمانا منجر نخليهم لا يستفرقوا ولا نشربهم حليب أو شيء يعني كتير الأوقات بيدروا ما بيفيدوا شو قصة الحليب حكيم؟ ليه شائع أنه نشرب حليب لما بيكون فيه مواد سامة؟ بيعتبروا أنه بيعمل نوتراليساسيون بيوقف الريزق أنه يصير في عنا حروقات دائما منخاف نحن من المادة اللي بتحرقها اللي هي الأسيد وأرقائز أنه الأسيد ما بيدي أكتر من البعز الكلاني اللي هني بيحرقوا أكتر المعدة والبلعوم وهي دولة كتير مهم أنه ضغري الولاد يتوجه على المستشفى ليتعلق له مصولات ليعطيه نعطيه إدوية التهاب وحماية للمعدة والأزوفاج حكيمة أوقات يعني بتكون عن جد الشغلة خطرة كتير يعني منحس أنه أوقات بتظبط أنه إذا دقينا الدار أو الأبناء أو ما بعرف شو عملنا هون عم نشوف الصور شو معقولية حوادس عم بتصير بالبيت من حرق من الغاز أو برايز الكهرباء بهيدول الصور اللي هون أكيد الولاد منهم ما فينا توقع شو معقولية عملوا البوسبوليتيز بالبيت إذا واحد بيحسبوا مضبوط ما بينعدوا كل شي فيه ريزق مشان هيك لازم نضلنا من تبهين وعم نراقبهم أوقات بالأكل بتشاردق الولاد مضبوط بس أجمالا بيكون أقل بكتير من غير من البرودريس السوليد دكتور بس خليني أرجع هيك استفسر منك كمان قلة أو أي شي نبلع بعد نحس أنه بعضوا على الآن بزلعيم وإياما أمات بفوتوئيدهم بياخدوا هيدا تيفضولوا مجرى الهواء وبتظبط معادة لأنه إذا يمكن فيه خطر الموت إذا بدنا نتأخر عليه ولو سواني هي كتير مزجحة يؤدي لخطر أكتر مشان هيك بهيك حالي أهم شي إذا عنده الولد عوارد أنه نحسه عم تشاردق أو مش عم بيقدر يخد نفس مظبوط لازم نتوجهه على أقرب مستشفى لينعطى العيني الأساسية إذا فينا نفرجي صورة رقم 12 هيدا صورة شوي مهضومة لأنه كمان إذا فيهم برجي فرجون إياها عن شو؟ عن ولد كيف بيبلع مثلا البطارية اللي كل يوم نشتعملها بالبيت هيدا كمان فيها تأدي لأوقات اختناء ولا حروقات بالبيت لما بيصير فيه حروقات بالقصبة نحية هون مثلا إذا ما شوفها ليكي فيه حرق صغير بقلب المعدة وهي البطارية اللي كل يوم نستعملها لكل شي يشفوها الحروقات إيه إجمالا إجمالا هيك أنواع حروقات بتفيت بتشفي بشكل بشكل طبيعي وحرق الجلد كمان فيه عوايد هيكي بلبنان يمكن سيئة شوي بين دول السنان بين ماي بين ملح بين تلج يعني شو الأنسب برأي حيالا حرق للجلدة أهم ما شي نخليه يسقع النروء وبشي مسقع تلش وبعدين نحط له فيه نحط تلش إذا فيه كتير وجع أو بعدين نستعمل الكريمات المرطبة لبعض الأوقات نوصل لأنه نقدر نستعمل الكريمات فيها أدوية تانية ضد الحرق أو أنتباريوتكس إذا ملتهي بالمحل الحرق أو بحد الأوقات فيه نستعمل حتى كريمات فيها كورتيزون شو عنا بعد حاولتنا نحكي عنه أنا اليوم وقت قليل في عنا مثلا الولاد يلي بيلعبوا بالماغنتس هو الماغناطيس الصغار هو الخطرين كتير لأنه أوقات خاصة الوقت بيكونوا عم بيلعب باثنين ماغنتس إذا بلعوا عن واحدة والتانية فيهم يلقطوا المصررين تقولوا يصير في عنا تخزقات بقلب المصران وهيدولي كتير صعبة أنه نقدر نشيلهم بالندور ويوصلوا أوقات كتير لعملية جراحية يلي هي كتير مزعجة بهيك حالي في كتير الأوقات بيتشاردق الولاد بمواد غذائية بالأكل بيعلق شقفة لوز أو شقفة خبزة كتير كبيرة هون كمانا منضطر أوقات يأما ندفشها بالندور أو حتى نرجع مسحابها كل شيء من الدبوس الصغير يلي كمانا كتير منشوفه عند البنات المحجبات بيكونوا عم بيضبطوا الدبوس بيحطوا الدبوس بيتمون وبيتشاردقوا فيه أو بيولد إذا كانت أمه أو سته عم تخيط شيء بالبيت في حطة بيتموا كتير أوقات وهي دايما أنا بطلب من الأهل وبترجعهم يشيلوا الدبوس اللي بيحطوا فيه عليه الأونة أو الخذرز الزرق أو حالة شيء على تيبه لأنه كمانا في عنا كتير صور بيبينوا هيدا الشيء عند الولاد فيه أولاد بيبلعوا مسمار صغير بصر في عنا كتير صور موجودين إذا بدك فينا نفرج الصورة مثل تنتين يلي فيه الدبوس اللي مفتوح هيدا اللي بيكون الولد دجاء بلعه ما كتير بيقزي إذا قطع وصل على المعدة إجمالا ما في عنا أي ريس هون مشوف الدبوس اللي مفتوح بقلب بطنه للولد قدرنا نشيله لهيدا الدبوس لأنه منفضل أنه ينشال ما يصير في عنا بعدينها بوسبريتيز كيف ما نشيل؟ بالنظور بيتبنج الولاد وبيفوت بالنظور دكتر حكيت عن المسمار أو هؤلاء أمور يعني بتصدق كمان يعني لا الصدر ما بيأثر هون بهيك وضع إلا إذا غز بشي محال خزق شي يعني بقلب المعدة يوجي لي ما بيصير شي يعني عالية يلي منقول يلي بس يقطع المعدة هيدا مسمارة حوي هون ببطنه للولاد هيدا الزري اللي شفنيني شوي يوجي اللي بس يقطع المعدة فينا نطمن بيننا بأكترية الأحوال بيضهر من الجسم أنه يظهر من الجسم بدون أي مشاكل بس بيضل في عنا مراقبة وهون بدنا نطلب من الأهل بس الولاد يبلع شي أنه نرائب أولاد يبلع دلس أو سن هذا بيقطع هذا ما فيه مشكلة إذا قطع المعدة وإذا ما تشارد فيه الولاد ما بقى في عنا ولا أي دكتور إذا بنا نحكي شوي عن الولاد يلي بكهرب كمان شو لازم نعمل كمان فيه أفكار هيك نحنا بناخدها من نحنا مصغر إنه إذا دقرنا كمان نحنا رح نكهرب معه وشو بنعمل كيف منزح عن الكهربة الريفلكس الأساسي إذا كان بيكاب عم بيكهرب الشريط اللونج أو شي نشيل الشريط أو نقطع الكهربة هيدا أهم شي نقطع الكهربة بتطور هيدا أي أهيان وأسلم الريفلكس نقدر ناخده وبهيك حالي إذا حسين الولاد غير واعي أو حسيني منو ستاب يعني يا منو عم بيحكينا مظبوط يا أما دقيت قلبه ملخبطين نتوجه على المستشفى لي نعمله الإسعافات المظبوطة والتخطيط طبعيته كتير قليل اللي يصير في عنا كمان مشاكل بس أكيد هيدا شي موجود وبالي بس لأن أوقات بيدل معلق يعني مشان هيك لازم نطف الكهربة نعم بس ما نحن ندقر نحن عم نكهرب نصير مثله ما مندقر أو إذا كنت شايفين بنشيره بشي ما يكهربنا يعني يا أما خشبة يا أما شي بلاستيك يا أما شي بس مش شي متاليك عملنا ريفيو سريع بتصور حكينا عن الأصص المهمة كتير مهم نطلب من الأهل أنه يغطوا الأغتي طبع الكهربة كل البرودوية طبع التنضيف يكونوا بالطوابق العليا بالخزين مش تحت المجلة هيدا كمان الريفلكس لازم ننتبه له الأدوية كتير مهمة خاصة بس يكون الأهل بياخدوا دواء ضغط أو دواء قلب فيها تأثر سلبيا بشكل كتير مهم عند الولاد كمان هيدا اللي لازم يكونوا يا أما بجرور عالية يا أما بخزينة عالية يا أما أندركي وها وقت ما منقدر نعرف أنه الولاد بلع تفكرون يمكن بومبون الكون المصارية اللي كمان منكبه كيف ما كان على الطاولة هون لازم يكونوا بمحل بعاد وأهم شي الألعاب تبع الولاد يكونوا أدابتة لعمر الولاد مش نعطيه لعبة مش لعمل دكتور بير معاود شكرا لهذه التوضيحات لهذه التذكيرية اللي كتير مهمة عن جد بكل بيت أهلا وسهلا فيك بريك صغير ومنتابع مع بيوتي باي ليلة عباد شكرا للمشاهدة